تحية لكم ولمشاهدين الكرام بطبيعة الحال هذا الحدث حدث الهجوم اليوم الذي تبنته المقاومة الوطنية الأحوازية خلال هذه الصبيحة يعني عند هذا العرض العسكري للحرس الثوري هذا الحدث يدل على أن هناك مقاومة وهو وقد تبنته يعني المقاومة العربية الأحوازية يدل على أن هناك مقاومة يعني ضاضحة من خلال هذه النشاطات الحقوقية سواء النشاطات الحقوقية وها هو النشاط العسكري يستضح جليا على أن هناك يعني انتفاضة حقيقية للأحواز العربية على أساس أو المطالبة بالاستقلال التام من الاستعمار الإيراني فإذا هذا دليل على أن هناك يعني هناك حركة عسكرية قائمة تقوم بها التنظيمات الأحوازية وعلى رأسهم هذه المنظمة المقاومة الوطنية الأحوازية وللغريب أن تنظيم داعش تبنى هذه العملية وهذا للتغطية يعني يراد فيها تغطية أمام الرأي العام على أساس أن هذا التنظيم الذي لم نسمع له خبرا ولا حادث قام به داخل إيران يعني هذا التنظيم أراد أن يشوش على المقاومة لكن سيد اسمعيل هل ترى هذا التفجير هو نتيجة للسياسات التي تتبعها إيران في المنطقة بطبيعة الحال هذه نتيجة على المشاريع التخريبية التي ينشرها النظام الإيراني خارج إيران في المنطقة العربية في اليمن في سوريا في العراق في كل المنطقة العربية وبالتالي فهذا هذا الفعل هو دليل على أن هناك مقاومة عربية أحوازية واحد اثنين على أن هناك ردود أسعال ضد الإجرام الذي يقوم به نظام نظام طهران نظام ملالي إيران والمشاريع التخريبية التي يسوقها ويسوقها وينشرها داخل المنطقة العربية بالأخص في المنطقة العربية فكل هذا العمل ندرجه من خلال ما يقوم به أو رد فعل على ما يقوم به هذا النظام من إجرام من تدخل فاضح وواضح في شؤون المنطقة العربية ودول الجوار نعم نعم جزيلة شكر لك سيد إسماعيل خلف الله خبير شؤون الإيرانية كنت معنا عبر الهاتف من بريد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة